روسيا بدأت بالإعداد للقيام وبشني هجوم وعملية عسكرية جديدة على مولدوفا وذلك من خلال كشفها لمعلومات خطيرة وخاصة اليوم كشفتها عن تطور كبير يأتي من قبل الأوكرانيين وقالوا بأنها مسألة عسكرية أو عملية عسكرية تهدف أوكراني لتحققها لكي تشعل هذه المنطقة واعتبروها بأنها عملية استفزازية وزارة الدفاع الروسية اليوم تحدثت عن هذه المسألة باللغة الروسية باللغة الإنجليزية نشرت على وكالة تاسا الروسية وكذلك نشرت على سبوتنيك أيضا ما هي هذه التفاصيل يا تورا الأمر والقصة كلها مرتبطة بمولدوفا تحديدا كما تحدثنا وبشكل خاص على إقليم ترانزنيسترا الإقليم الذي صامد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي طبعا وإن هناك أساسا لا زالت قوات وأطراف انفصالية موالية لروسيا موجودة هناك وأيضا هناك قوات روسية تعتبرها روسيا بأنها قوات لحفظ السلام موجودة في هذه المنطقة الآن التطور الجديد الذي جاء والذي تحدثت عنه أساسا روسيا بأن الآن الأوكرانيين يخططون في حقيقة الأمر إلى عملية جديدة وخطيرة منها القوات الأوكرانية وقوات كذلك أزوف تحديدا بأنهم يخططون للتنكر وارتداء زي القوات الروسية فجأة وجاء لي أنفسهم وكأن القوات الروسية تهاجم من الترانزنيسترا تحديدا القوات أو الأراضي الأوكرانية أي أنه وكأن هذه القوات قوات حفظ السلام تهاجم أوكرانيا فجأة مما يعطي المبررة القانونية الكامل للأوكرانيين لمهاجمة طبعا ترانزنيسترا وأيضا لإكمال قصة مهمة قد بدأها رئيس وزراء مولدوفا وهو دوري الرجان هذا الرجل بمجرد ما تم تعيينه يتحدث بأننا يجب أن ننزع السلاح من الانفصاليين في ترانزنيسترا وكذلك يجب أيضا أن نطرد القوات الروسية الموجودة في هذه المنطقة وهذا ما يفتح الباب أساسا للقوات المولدوفية أن أيضا تكون حاضرة في هذه المعركة وبالتالي يطبقون تماما على القوات الموجودة في ترانزنيسترا ويقومون بالسيطرة عليها مستغلين حقيقة أن القوات الروسية لن تتمكن من السيطرة على شمال البحر الأسود وأيضا بأن كل ما وصلت إليه هي إلى خيرسون بهذا الاتجاه خلف نهر الدينيبر على المستوى البري غير قادرين على تحقيق شيء الأوكرانيين من هنا المولدوفيين من هنا وأيضا في نفس الوقت بأن الروس لن يتمكنوا حتى من مثلا إرسال طائرات على سبيل المثال لإسناد القوات الروسية الموجودة هناك أو لاستغلال المطارات في ترانزنيسترا أو القوات أو الطائرات الحربية كل ما هم قادرين القيام به هو مهاجمة وضرب عسكريا مولدوفا لا أكثر ولا أقل وعلى هذا الأساس المسألة طبعا تبدو خطيرة للغاية كما تتحدث عنها وزارة الدفاع الروسية تبدو مسألة كبيرة بالنسبة لهم وعلى هذه التفاصيل الخطيرة التي نتحدث عنها فإن هذه القضية هي قضية لم تأتي بأي دليل بها وزارة الدفاع الروسية نهائيا لا دليل وهذا ما جعل طبعا الأوكرانيين والمولدوفيين يرون بأن الروس يتحدثون عن قصة أخرى غير صحيحة مرتبطة بترانزنيسترا هذا الكلام غير صحيح ووجدوا بأن وزارة الدفاع الروسية اختلقت هذه القصة لأن روسيا بدأت تخطط لعملية هجوم من أجل القيام بغزو مولدوفا بأكملها وأن تقوم بعملية عسكرية مشابهة لما تفعله طبعا في الداخل الأوكراني وهم أساسا قد نشروا معلومات بالنسبة للأوكرانيين والمولدوفيين بأن الروس يريدون تحقيق عملية قلاب أساسا في الحكومة المولدوفية بل أن رئيس الوزراء المولدوفي بنفسه أساسا الذي تحدثنا عنه كان قد قال مؤخرا بأن روسيا تخطط للقيام بهجوم سريع للغاية على كيشناو العاصمة المولدوفية يتحدث عن هذا الأمر مؤخرا ودعونا الآن نقترب من كيشناو لكي نتعرف عليه ويتحدث بشكل مباشر بأن هناك لغبة روسية لمهاجمة مطار كيشناو الذي ترونه هنا للسيطرة عليه وبالتالي إسقاط هذه المدينة بالضبط كما رأينا مثلا عندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق وشهدنا معركة ضارية وكبيرة على مطار بغداد وكانت هي المعركة الأهمة بمجرد ما سيطروا على مطار بغداد طبعا سيطروا على العاصمة العراقية وبالتالي هذا هو تكتيك واضح جدا هو يفتح الباب وبالتالي ما يقترحونه هنا بأن القوات الروسية ببساطة ستضرب المنظومات الدفاعية الموجودة المنظومات الرادارية تهاجمها بهذا الشكل تحقق ضربات حقيقية وبعد ذلك تأتي بإنزال على هذا المطار الموجود في كيشناو وتسيطر عليه وتستغل أيضا وجود ترانزنيسترا تحديدا الانفصاليين القوات الروسية تقوم بعملية مشاغلة في هذه المنطقة للقوات المولدوفية وأيضا يتم استغلال مسألة الصخط والتظاهرات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة طبعا التي يعاني منها المولدوفيين وطبعا يتم الانقلاب بهذه الطريقة هذا ما يراه طبعا المولدوفيين وكذلك الأوكرانيين بأن هناك خطر يأتي بهذا الاتجاه وما يزيد خطر هذه المسألة وهو أمر يجب أن ننتبه إليه إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بإلغاء مرسوم مهم يعترف بسيادة مولدوفا ألغاه تماما وهذا ما جعله بأنه يهيئ للأرضية القانونية من أجل مهاجمة مولدوفا وبالتالي فجأة نحن لا نتحدث فقط عن أوكرانيا بل نتحدث أيضا عن مولدوفا التي قد تشهد الكثير من التصعيد في الفترة القادمة وزارة الدفاع الروسية طبعا عندما كشفت هذه القصة التي نتحدث عنها فيما يتعلق بالأوكرانيين بأنهم سيرتدون زيا أو يتنكرون ويقومون بهذه التمثيلية من الترانزنيسترا فإن في التاسع عشر من فبراير أيضا قبل أيام قليلة كانوا قد تحدثوا بأن هناك حاويات تتواجد فيها مواد إشعاعية أساسا دخلت من إحدى الدول الأوروبية إلى داخل أوكرانيا وأن الأوكرانيين يخططون إلى استخدام هذه المواد الإشعاعية ونشرها بيئيا والقول بأن روسيا هي من قامت بهذه الضربات وبالتالي نحن أمام الرواية بعد رواية ويوم غد هو يوم بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كثيرة هي القصص كثيرة هي الروايات والمعلومات الاستخبارية وهذه الأمور التفصيلية التي نراها ويوم غد هو يوم كبير الكل لا يعلم ما الذي سيحدث فعلا في هذه المنطقة مع ذلك ورغم خطورة التاريخ ورغم خطورة كل هذه التفاصيل التي نتحدث عنها إلا أن في حقيقة الأمر هناك الكثير من الأوساط الأوروبية المراقبين العسكريين والمحللين يرون بأن روسيا فقدت الكثير من قدرتها من خزين الصواريخ من الأسلحة من الإمكانيات وهي لم تعود كما كانت في العام الماضي وبأن حتى الأسلحة الإيرانية التي تتحصل عليها بحسب تفاصيل نشرتها بلومبرغ كما تلاحظون مؤخرا من مسؤولين أوروبيين بأن الخزين من الطائرات المسيرة الإيرانية قد انخفض كثيرا لم تعود ظاهرة في المعركة حتى فيما يتعلق بالصاروخ الباليستي فاتح 110 الإيراني سمعنا كثيرا بأنه سيصل إلى روسيا وبأن هناك عقد بيع قد وقع بين إيران وبين روسيا وعلى وشك أن يتم إرساله لكي يستخدم على الأوكرانيين لكن أكسيوس يوم أمس عن طريق مسؤولين إسرائيليين كشفوا بأن إيران قد أجلت هذه المسألة وبأنها لن ترسلها الآن ولكن هذا لا يعني بأنها لن ترسلها لأن هناك اتفاق ولكن مبدئيا طائرات مسيرة قد قلت الصواريخ لن تصل وواضح جدا بأن إيران نوعا ما تراجعت في إرسال هذه الأسلحة قد يكون السبب هو الضغط الذي تتعرض له بشكل كبير فسعر صرف الدولار والتومان الإيراني اليوم على سبيل المثال من صباح هذا اليوم ارتفع سعر الصرف الموجود في الداخل الإيراني الدولار الواحد أصبح يساوي أكثر من 52 ألف تومان في أبريل العام الماضي كان 26 ألف تومان فقط التضخم ارتفع الوضع أصبح صعبا طبعا وأيضا أن إيران أمام تهمت بأنها قامت بتخصيب اليورانيو بنسبة 84% وأن هناك فريقا من المراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون هنا في السادس من مارس في اجتماع لمجلس المحافظين الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعطاء التقرير النهائي هل فعلا إيران تقصدت هذا الأمر أم لا إسرائيل تهدد بتوجيه ضربة وبالتالي بشكل عام يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تمكنوا من ضغط إيران إلى درجة لم تعد ترسل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية أيضا في نفس الوقت أن الولايات المتحدة الأمريكية جاد في مسألة منع أي مساعدة عسكرية تجاه روسيا إلى درجة أن الول ستريت جرال كانت قد كشفت بشكل مثير بهذه الطريقة بأنها ستكشف عن معلومات استخبارية عن أن الصين تتحرك وتفكر وتدرس إرسال أسلحة لروسيا لكي تستخدم في أوكرانيا ويجب أن ننتبه بأن الأمور متوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين كما تلاحظ من هذه الخارطة في الشرق الأوسط فهذه الخارطة توضح حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة في المنطقة ستلاحظ في الشرق الأوسط هناك حاملة طائرات أمريكية واحدة موجودة هنا في البحر المتوسط وهي جورج أتش ديبليو بوش أما بالنسبة لحاملات الطائرات البقية ستلاحظ بأنك أمام أربع حاملات للطائرات منها USS Ronald Reagan وكذلك USS Nimitz هذه أبرز الحاملات الطائرات الموجودة كلها تأتي باتجاه الصين الأمور متوترة للغاية والولايات المتحدة تضغط على الصين كثيرا بغض النظر عن كل هذه التفاصيل فإن روايات وزارة الدفاع الروسية هذه الروايات عن حاويات مشعة مواد مشعة للأوكرانين الأوكرانين يريدون التنكر بزي وغيرها من هذه التفاصيل التي وضعوها باتجاه ترانز نيسترا هي تأتي بشكل مثير وبطريقة بأن كل الأنظار والتركيز بدأ يذهب إلى أن يبدو روسيا تريد إشعال الموقف تجاه كييف إشعال الموقف تجاه مولدوفا أن تجعل هذه هي الأخبار الرئيسية وأن يركز الجميع على هذه الأخبار من أجل تحقيق الهدف الأهم والأسمى بالنسبة لهم هي السيطرة على الأربعة أقاليم الخاصة بها والتي أعلنت بأنها قد انضمت لها بعد استفتاء كبير وهي تقوم بعمليات كبيرة هناك وبالتالي عندما تركز على مولدوفا وعلى كييف وشعل معركة كبيرة أنت لن تركز كثير وهذه ستصبح عبارة عن أخبار ثانوية وهي تعتبر نقطة مهمة بالنسبة طبعا لروسيا تحديدا وتحديدا في دانياتسك أخبار كبيرة جدا بالنسبة لقوات فاغنر وقوات الروسية في بخموت إذا ما جئنا هنا على عجالة لكي نرى ما الذي يجري معها دراسات الحرب وكذلك كان قد تحدث بشكل واضح أن القوات الروسية الآن بعد ضغطها على ياقدنا وبعد تقارير متضاربة بأنها سيطرت عليها أو لم تسيطر عليها لا زالت الأنباء تميل إلى أن روسيا فعلا وقوات فاغنر تمكنت من السيطرة على ياقدنا بل أن الأخبار السريعة والكبيرة بأنها أيضا سيطرت على برخيف كاهنا وهي منطقة مهمة للغاية بالنسبة للقوات الروسية أصبح الطريق معبدا لها للوصول إلى هذا الطريق الأخير الذي يمتد من باخموت إلى تشازفيار وهناك خروموف بهذا الاتجاه واحدة من المناطق المهمة التي تسيطر طبعا عليها القوات الأوكرانية الكل ينظر بأن القوات الروسية قد تهاجمها ولكن القوات الروسية لم تهاجمها فعلا بل أنها دخلت واقتحمت باخموت الآن بالتفاصيل الجديدة تحدث عنها معهد دراسات الحرب بدأوا يهاجمون المنطقة الصناعية وقد اقتحموا بعض التقارير الغير مؤكدة قالت بأن فاغنر دخلوا إلى العمق تحديدا بهذا الاتجاه من الشرق ووصلوا طبعا على مسافة 500 مترا من النهر باخموت الذي ترونه هنا وأيضا بأن هناك اقتحام ناجح من القوات الروسية التي وصلت بهذا الاتجاه إلى هذه المنطقة بأنها وصلت إلى مقبرة باخموت التي ترونها وبالتالي هناك ضغط كبير بهذه الاتجاهات يحاولون التوجه مباشرة للسيطرة على المبنى الحكومي الذي سيعتبر ضربة معنوية كبيرة للقوات الأوكرانية وواضح جدا بأن القوات الروسية الآن بدأت تحاصر بشكل خطير القوات الأوكرانية وإذا ما لاحظنا فإن هناك ملاحظة مهمة في هذه العملية التي تجري أن هناك أيضا تفاصيل جديدة أيزا جيو بولوتيكس وبعض المواقع أيضا الأوكرانية قد تحدثت عنها فعلا بأن القوات الروسية ومع عملية الإطباق على باخموت هذه هي باخموت طبعا مع السيطرة على يا جدنا وعلى برخيفكا وهذه الاقتحامات والدخول بهذه الاتجاهات وبهذه الطريقة فإنها أصبحت تحاصر هذه المنطقة أيضا هي وصلت إلى استابوشكا بهذا الاتجاه أصبح كل شيء خطيرا وأن الطريق الوحيد أو الوحيد عفوا الذي هو قادم باتجاه بهذا الشكل من باخموت مباشرة إلى تشازفيار هو نقطة الانسحاب الوحيدة بالنسبة للقوات الأوكرانية وأن التفاصيل الجديدة التي تأتي بأن القوات الأوكرانية الآن قامت بعملية تشكيل خط دفاع وسطي بحسب هذه التفاصيل التي جاءت في بوغدانيفكا واحدة من المناطق المهمة هنا هذا الخط الدفاعي الوسطي وطبعا أن هناك خط دفاع آخر كبير بدأوا يشكلونه هنا في تشازفيار وهذا يوضح بأن القوات الأوكرانية بدأت تستعد للانسحاب من باخموت وأخيرا بعد هذا الحصار الكبير وبعد هذا الضغط وخاصة أن القوات الروسية بدأت تضغط على إيفانيفيسك هنا التي لا زالت القوات الأوكرانية تسيطر عليها وبالتالي هي تحاول من هذه خطوط الدفاع التي نتحدث عنها أن تمنع أولا الهجمات بعد سيطرة القوات الروسية على هاتين النقطتين برخيفكا ويا قدنا تمنع أن تقوم القوات الروسية بالسيطرة على المرتفعات من أجل طبعا أن تكون هناك خطورة على هذا الطريق وعملية الانسحاب أتصدى من هذه الهجمات وأحاول التصدي قدر الإمكان لأؤمن انسحاب القوات الأوكرانية إلى تشازفيار وتعزيز الخط الدفاعي بشكل أكبر وبشكل أخطر وبعد ذلك هذا سيعني وهي مؤشر كبير خطية الدفاع التي نتحدث عنها هي توضح تماما بأن الأمور قاب قوسين أو أدنى أن تنتهي في باخموت إلى درجة إلى أن هناك مقطعا قد نشر لقائد قوات فاغنر اليوم وهو موجود أساسا في داخل باخموت وهذه طبعا كانت واحدة من اللقطات المثيرة بأنه يحمل البندقية ويقاتل ولاحظوا هنا من هذه المقاطع التي تلاحظونها لقائد قوات فاغنر بهذا الشكل وهو ظاهر ويرفع البندقية ومع رفاقه وواضح بأنه داخل المدينة وبأنه يحاول أن يندفع مباشرة واضح بأنه يريد أيضا أن يشارك في هذه المعركة وأن يصل وأن ينتصر في باخموت وأن يرفع العلم طبعا الروسي وحتى لقوات فاغنر في المبنى الحكومي لباخموت ولكن كانت هناك بعض الصور المثيرة بأن التصوير كان على مسافة 300 أو أخذ التصوير على 360 درجة هو الذي قد يعطينا فكرة بأن أين يتواجد هذا القائد تحديدا قائد قوات فاغنر الذي ستلاحظون هنا هذه كانت لقطة بعد اللقطات التي رأينا في نفس الموقع توضح لك بأنه نالك نوعا ما أمام مبنى نالك طريقا كما تلاحظون وأيضا هذا هو قائد قوات فاغنر وهو يتحرك بهذا الاتجاه ظهرت العديد من المعالم هنا التي ستسهل علينا معرفة أين هو فعلا يتواجد هل هو فعلا في باخموت أم أنها عبارة عن كذبة أو لعبة من قبل فاغنر وكما تلاحظون هو دخل إلى منطقة مرتفعة بهذا الشكل إلى منطقة محمية هو القائد طبعا وبالتالي نحن أمام ببساطة أمام هذا المبنى أمام طريق واضح جدا وليس هناك كثير من هذه العلامات ولكن اللقطة الأخرى المهمة هي التي وضحت لنا بأننا أمام هذه الساحة واضح بأننا أمام طريق وهذه الساحة وكأن هناك خشب أو عصى أو عصي بهذا الشكل وهي واضحة بشكل مميز بمنطقة مزروعة وواضح جدا بأن المنطقة مرتفعة كما تحدثنا وبأنه كان قد سار بهذا الاتجاه كما لاحظنا في هذه اللقطة تحديدا التي سنراها الآن وبهذا الشكل هو توجه إلى هذه المبنى وبالتالي دعونا نذهب إلى باخموت الآن واحدة من النقاط المهمة التي يجب أن ننتبه لها في باخموت بأن الجبهات الخطيرة وهو قائد قوات فاتنا أي أنه انتعرض إلى أي شيء ستكون نكسة كبيرة أن الجبهة هنا مشتعلة الجبهات في الداخل طبعا مشتعلة هنا اشتباكات كبيرة للغاية وخطيرة للغاية وأيضا هنا اشتباكات خطيرة للغاية ولكن المسألة الأساسية التي يجب أن ننتبه إليها بأنهم مسيطرين على كل هذه المنطقة هذه المناطق هي مناطقهم وبالتالي هذا يرشح بأنه قد يكون بهذا الاتجاه فعلا ويكون أأمن له لأن هناك طريقة للانسحاب في حالة أن هناك قصفا استخداما لأسلحة محرمة أو غيرها من هذه التفاصيل توضع هذه الحسابات بشكل كبير إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة الشرقية تحديدا وحاولنا أن نبحث عن منطقة مرتفعة لهذا القائد سنلاحظ بأننا بهذا الاتجاه إذا ما نظرنا سنلاحظ بأننا فعلا أمام مرتفع بهذا الاتجاه إلى اليمين ستلاحظ بأن ليس هناك كثير من المرتفعات مرتفع بسيط خارج المدينة ليست واضحة أبدا أيضا إلى الشرق ليس هناك كثير كان واضحا بأنه داخل المدينة على هذا الأساس التركيز الأهم يأتي هنا على هذا المرتفع الذي ترونه دعونا نتقدم لهذا المرتفع وخاصة أن المدخل الذي ذهب إليه هو يأتي متصلا بالمرتفع وبالتالي إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة ستلاحظ بأنك أمام ساحة هنا أمام نوعا ما ساحة هنا ولكن الساحة الأهم هي هذه الساحة التي تراها فجأة أن الأمور على ما يبدو بأنها متطابقة تماما مع ما رأيناه بالاتجاه إلى اليمين قليلا ويبدو بأن الأمور أصبحت واضحة من هذا المبنى طبعا كان هو متوقفا هنا بالنسبة لي الشخص الأخير الذي لاحظناه الذي كشف لنا هذا المبنى وهذه هي الساحة وهذه هي على ما يبدو العصي أو الخشب الذي كان واضحا وطبعا المنطقة واضح جدا بأنها مزروعة وهذا يتطابق مع ما رأيناه وبالتالي إذا ما أخذنا صورة إلى الشمال قليلا وهذه مسألة مهمة قائد قوة فاغنر متواجد في هذه المنطقة وهي مسألة مثيرة للغاية بأنه فعلا كان قد توجه بهذا التحرك بهذا الشكل ليختبئ في هذه المنطقة ليحمونه فهو قائد كما تحدثنا وعلى هذا الأساس ببساطة عندما تبتعد من باخموت الآن فإن الأمور واضحة جدا لهذه القوات المهمة جدا وهي قوات فاغنر إذن فعلا أن هذا الجبل هو الجبل الأخير بالنسبة لهم إذا ما توقفنا هنا فإن هذا الرجل متواجد في هذه المنطقة التي ترونها مع الاقتحام الذي يحدث كل شيء قادم كل شيء واضح باخموت على ما يبدو إنها قد اقتربت نهايتها وقد نكون أمامها على أقل تقدير أو أكثر تقدير حتى أسبوع واحد فقط لانتهاء السيطرة على هذه المدينة المهمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر